تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تستضيف العاصمة الملامة الجولة الأولى من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الشرق الأوسط في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من مارس الجاري وذلك ضمن فعالية بطولة البحرين للإنتاج المحلي والتي تنطلق يوم الخميس المقبل على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرصة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن اعتزازه الكبير باحتضان مملكة البحرين الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية مؤكدا سموه أن اختيار البحرين بأن تكون المحطة الأولى في الشرق الأوسط لهذه البطولة العالمية دليل واضح على السمعة والمكانة المرموقة التي تحتلها المملكة عالميا كوحدة من أكبر المعاقل للخيول العربية الأصيلة وأضاف سموه أن توجيهات جلالة الملك المعظم دفعت نحو تعزيز الجهود الرامية إلى رعاية الخيل العربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من تاريخ وتراث وأصالة مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الجهود التي تبدلها دولة الإبارات العربية المتحدة الشقيقة وما تليه من اهتمام بالخيل العربية والتي تشكل عكاسا واضحا للموروث الأصيل في المنطقة مشيدا سموه برعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زائد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية برياضة الفروسية والتي عزز من مكانتها كمحطة عالمية في هذه الرياضة وأكد سموه أن إقامة الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي ضمن فعاليات بطولة البحرين للإنتاج المحلي يعزز من النجاحات التي حققها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في تنظيم البطولات المختلفة التي تؤكد على مكانة مملكة البحرين كوجهة مثالية لإقامة بطولات الخيل العربية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للإستبلات والملاك المشاركين في البطولة ومن جهته ثمن سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمدال خليفة لبطولة البحرين الوطنية لجمال الخيل مؤكدا سموه أن هذه الرعاية تعكس حرص واهتمام سموه بمواصلة دعمه الكبير للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وجميع أنشطته وفعالياته وذلك بما يسم في تحقيق المزيد من التطور والنجاحات على مستوى رياضة الفروسية وأشاد سموه بالدور البارز الذي تطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفروسية مثمنا سموه رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان برياضة الفروسية والتي أثمرت عن نتائج إيجابية عززت من الحضور الإماراتي الكبير على المستوى الدولي وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله حرص الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة على تسخير كافة الإمكانيات لإبراز وإنجاح بطولة البحرين للإنتاج المحلي ومنافسات الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الشرق الأوسط متمنيا سموه كل التوفيق لجميع المشاركين في هذه البطولة وأعرب سموه عن تقديره الكبير للشركاء والرعاة الداعمين مثنيا سموه على دورهم البارز في إقامة هذه البطولة